وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار رواه ابن حبان في صحيحه ننتقل الآن إلى الحديث التاسع عشر وقوله عليه الصلاة والسلام لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآية كلها رواه ابن حبان وجود إسناده العلامة الألباني رحمهم الله هذا الحديث له مناسبة سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أعجب ما رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة ذليني أتعبد لرب قالت والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض اللحية ثم الحجره ثم الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولما تفكر فيها لأننا نريد أن نعرف الآن ما هو سبب بكاء النبي عليه الصلاة والسلام ما هو سبب هذا البكاء العظيم بل الذي بل لحيته وحجره والأرض ما هذا الذي جعله يبكي كل هذا البكاء بكل هذه الدموع ويل لمن قرأها ولما تفكر فيها ما هي؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وذكرت تكملة قال عبد الرحمن بن سليمان راوي الحديث سألت الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل يعني الراوي لما سمع الحديث أيضا صار عنده خشية صار عنده خوف ويريد مخرجا يعني طيب ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها طيب كيف الواحد ينجو من هذا الويل؟ لأن الويل معناه في عذاب لأن تهديد وعيد فما هو أدنى شيء؟ أقل شيء الواحد إذا فعله مع هذه الآية ينجو من الويل ماذا قال الأوزاعي؟ أطرق هنية يفكر يعني الأوزاعي السؤال يعني السؤال حساس ووجيه وخطير يعني إيش أدنى شيء الواحد إذا سواه مع الآية هذه ينجو من الويل ثم قال الأوزاعي يقرأهن وهو يعقلهن قال على الأقل يعرف التفسير إذا تنجو من الويل لأنه في تهديد فلابد أن تقرأها وأنت تعرف معناها وتعرف تفسيرها فهذا في تأكيد علينا أن نعرف تفسير هذه الآيات من آخر سورة آل عمران أن يا مسلم يا مسلماء ارجع إلى تفسير هذه الآيات لأن هناك تهديد لمن ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها طيب كيف ننجو؟ قال على الأقل أنك تعرف تفسيرها على الأقل وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران تدل على عظمة الله لأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض وربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هؤلاء قالوها بعد إيش يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وربنا إننا سمعنا منادي الإيمان وما ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا والآن يلتمسون الثواب كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزن يوم القيامة إن في خلق السماوات والأرض في إيجادهما وإنشائهما من العظيم سبحانه على هذا الإبداع وهذه الإحكام هذه دالة على عظمته فالسماوات على اتساعها وارتفاعها وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والكواكب السيارة والزينة والأرض في انخفاضها وبسطها وتذليلها وما فيها من البحار والجبال والقفار والنبات والأشجار والثمار والدواب وأنواع المعادن واختلاف الليل والنهار تعاقب الليل والنهار تفاوت الليل والنهار من الظلمة إلى النور إلى النور إلى الظلمة والطول والقصر واختلاف الجو حرا وبردا رخاءا شدة والزمان وما فيه عزا وذلا وهزيمة ونصرا وزعة وضيقا وصحة ومرضا كل هذا في مجال العباد للتدبر والتفكر والتبصر لآيات واضحة وبرهين قاطعة وساطعة على عظمتي سبحانه اللي يتفكر فيها يتشهد على عظمة الله يطلع أن الله هو العظيم عظمته عظمته لا إله إلا هو لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول الصافية النقية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك هذه فيها الآيات هذه فيها عبادة للقلب وللسان وللجوارح هاتوا أين العبادات هذه الثلاثة أين العبادات الثلاثة في الآية أين هي؟ أين هي العبادات الثلاثة اللسان القلب واللسان والجوارح وين عبادة القلب أول شيء وين عبادة القلب ها ويتفكرون في خلق السماوات والأرض هذه عبادة قلب عبادة اللسان سبحانك فقنا عذاب النار وربنا وربنا الجوارح قياماً وقعوداً وعلى جنوبهن اذكر الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهن وهذا يشمل الصلاة وقيام الليل ومن اللطائف أن الله لما ذكر دلائل الإلهية والقدرة والحكمة وهو ما يتصل بتقرير الربوبية ذكر بعد ما يتصل بالعبودية وأصناف العبودية ثلاثة تصديق بالقلب الإقرار باللسان والعمل بالجوارح يذكرون الله عبودية اللسان قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم عبودية الجوارح والأعضاء ويتفكرون في خلق السماوات والأرض عبودية القلب وما الإنسان إلا هذا المجموع فإذا صار مستغرقاً في الذكر باللسان والشكر بأركانه وجوارحه والجنان الفكر بالجنان كان هذا في عبودية الله دائماً هؤلاء المتفكرون لما يستشعرون عظمته سبحانه ربنا ما خلقت هذا باطل اعتراف ليس هناك عبث ليس خلق بلا حكمة بل أمر عظيم جليل ما خلقناهما إلا بالحق ليعبد الله سبحانك عن النقائص والعيوب والدعاء الولد فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل الله فقد أخزيته أهنته وأذللته وما للظالمين من أنصار يمنعون عنهم عذاب الله ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان والأنبياء وهذا الكتاب الذي يشهد والمنادي هو النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله عز وجل داعياً وداعياً إلى الله بإذنه لما صارت الخشية بعد النظر في العظمة وشهود القلب لعظمة الرب بآياته المصطورة في القرآن والمنثورة في الأكوان جاءت الأدعية الدالة على التأثر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اعفوا عنها وتجاوزوا أمحوا الآثار الذنوب المعاصف صغار والكبار أكفر عنا سيئاتنا واسترها التكفير الستر والتغطية وتوفنا اقبضنا مع الأبرار في ثوابهم أعمالهم في جزائهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك من النعيم ولا تخزن يوم القيامة ولا تفضحنا يوم يقوم الأشهاد ويجتمع الخلائق إنك لا تخلف المعاد فاستجاب لهم ربهم هذه الحقيقة أو هذا حديث عظيم جداً في بيان تأثر المؤمنين بعظمة الله تعالى وما ينتج عن ذلك من العبادة المتنوعة بالقلب ولسان والجوارح ومن الأدعية العظيمة الخشية أورفتهم هذه الأدعية العظيمة بهذا نكون قد أنهينا الحديث التاسع عشر في الدرس القادم من مشيئة الله نبدأ بالحديث العشرون وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر